يعني التيار الصدري فقدت 33% من قواعدة عن عام 2018 ودولة القانون فقدت 32% والفتح 65% إذن لم يبقى هناك كما تصف جمهور ثابت ولم يتزحزه لماذا القوى السياسية لا تتعامل بحقيقة مع هذه المعطيات وتقر أن هناك حالة فشل كبرى تحتاج إلى معالجة أولا وتحتاج إلى مكاشف ثانيا يعني فيما يتعلق بالأرقام التي ذكرتها جنابك مثل ما تعرف الجمهور لا يستطيع أن يبقى ثابت الجمهور يقيم أيضا يقيم الأشخاص يقيم الأحزاب يقيم التجربة يقيم الأفكار هذا عملية طبيعية لا ينبغي أن نعتبرها في قضية استثنائية بالعراق إذا ما حدثت هذا أمر طبيعي أساسا الناس ممكن أن نغير وجهة نظرها تجاه الشخص تجاه حزب تجاه مجموعة هذا أمر طبيعي لكن ينبغي أن نلتفت أيضا في عملية التقييم إلى ثلاث معايير أساسية المعيار الأساسي النتائج الكلية إذا ردنا نقارن النتائج الكلية مع حجم المشاركة بالانتخابات التي للأسف كانت متدينية أكثر هذه المرة حتى أكثر من عام 2018 الأمر فعلا يبدو أكثر مثارا للأسئلة والاستفهامات أكثر من كون هذه خسرت أو هذه ما خسرت التوازن الموجود بين القوة السياسية مع حجم مع حجم المشاركة المتدني فعلا قد ينطي مؤشرات مختلفة عن هذه النقطة الأمر الآخر النتائج إلى الآن النتائج مثل ما تعرفون لا زالت القوة التقليدية هي التي حصدت أعلى الأصوات بالعملية التخابية بغض النظر عن عدد هذه المقاعد مرة أقل مرة أكثر ولكن بشكل عام القوة التقليدية حققت نتائج كبيرة كما هو المعتاد خلال الانتخابات السابقة نعم هناك متغير جديد هناك قوة جديدة برزت وهذه كل الانتخابات تبرز عدنة بها قوة وتروح قوة وتغيب شخصيات وتطلع شخصيات جديدة وهذا أمر طبيعي في العمليات الديمقراطية ما يهمنا في هذه النقطة بالتحديد التي أثرتها جنابك أستاذ نجيم هو هل فعلا هناك مراجعة للقوة السياسية لأداءها أو لا بتقديري أكو تغير في خطاب القوة السياسية وهذا التغير ملحوظ هناك مثلا قوة سياسية تصنف على نحو أنها قوة متشددة تحاول قدر الإمكان جاهدة أن تنطي خطاب أكثر اعتدالا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر